اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اضافة الى العضو الجديد في الطاقم قبعة القاس جينبي ستقولون لماذا تقول لنا هذا نحن نعلم كل هذه الشخصيات لم تقدم شيئا جديدا السير كله في العنوان علاقة الكعكة الكلمية بارك وانو من خلال هذا العنوان نستنتج ان هناك علاقة بين هدان الاراكان وساقوم بالتفسير انطلاقا من الشخصيات الشخصيات الاولى التي سبقت وذكرناها هي كاروت وقد رأينا ان بيدور قد مات مضحيا بحياته من اجل نصرة طاقم قبعة القش لذا اظن ان كاروت سوف تنضم لطاقم قبعة القش لان بيدور كان قدوة لها الشخصيات الثانية بودينج لقد قلت ان بودينج من اقوى الشخصيات في ارك البيجمام وتتجلى خطورتها في مجال التجسس واذا انضمت بودينج الى طاقم قبعة القش ستساعده على التجسس وهي نقطة ضعف لوفي الشخصيات الثالثة مالك البحار جينبي الذي انضم الى طاقم قبعة القش بعدما كان في طاقم البيجمام وسيغطي نقطة ضعف لوفي الرئيسية وهي الماء الشخصيات الرابعة الفينسموك وكلنا نعلم ان مصدر قوتهم هو علمهم اذا اذا كانوا حلفاء لقبعة القش سيغطون نقطة ضعف لوفي وهي الذكاء والشخصيات الاخيرة والخامسة كاتاكور الذي يلعب دور الخصم المدرب بحيث يدرب لوفي على تقنية الإيقاظ بكونه خصما عنيدا وقويا ذو فاكهة مشابعة لفاكهة لوفي وانه موقد لفاكهته وبهذا يلعب كاتاكور دورا هاما في تغطية نقطة ضعف لوفي وهي انه ما زال لم يوقد فاكهته اذا اذا حللنا كل هذه الشخصيات ولاحظنا دورهم في تغطية نقاط ضعف لوفي نجد ان اوضا يحاول تجهيز لوفي وتقمعه لمعركة ومرحمة مدمرة وكلنا نعلم ما هي انها مرحمة وانه واخيرا هذا هو تحليلي لكل ما جاء في ارك البيغمون اتمنى ان يكون قد نال اعجابكم لا تنسوا اصدقاء المشاهدين ان تمدون بتعليقاتكم وكل الاراء مقبولة وايضا ان اعجبكم الفيديو لا تنسوا لايك ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لكي يصلكم كل جديد والى اللقاء